اهلا وسهلا مجديد وإلى التقارير الإخبارية احتفلت جمعية صناع الإرادة في محافظة العقبة بتخريج مجموعة من الكفيفين بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم على الكتابة والقراءة على طريقة بريل إلى التفاصيل بالتعاون مع مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والمركز السعودي للكفيفات احتفلت جمعية صناع الإرادة في محافظة العقبة بتخريج مجموعة من فئة المكفوفين بعد تدريبهم وتأهيلهم على الكتابة والقراءة على طريقة بريل هذه الفئة تلقى كل الدعم والاهتمام من قبل الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المحلي التي تقدم لها خدمات متخصصة وبرامج تأهيلية خاصة أصحاب العصى البيضاء جمعية صناع الإرادة استطاعت السيرة بخطة متزنة بدعم المجتمعات المحلية والمؤسسات وتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة ومساعدة أفرادها في التحول إلى عناصر فاعلة في المجتمع وأن لا تبقى عبءاً على الآخرين بوصفها فئة قادرة على التكيف والتجاوب مع التدريب والتأهيل تم تخريج أول فوج تعليم طريقة براي القراءة وكتابة لمدة ستة شهور على القراءة والكتابة المركز السعودي لتدريب الكفيفات يقوم على تأهيل وتدريب الكفيفات من العالم العربي نفسياً ومهنياً يشار أن التعاون بين السعودية والأردن في هذا السياق استند إلى مذكرة تفاهم في عام 1997 وزارة التربية والتعليم السعودية تتحمل ميزانية المركز كاملة وتلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم التسهيلات اللازمة كافة في خدام الاحتفال بيوم العصى البيضاء العالمي تم توزيع الشهادات على المتدربين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم مبادرة من المركز لتقديم أي دعم تحتاجه مدينة العقبة من تأهيل وتدريب لفتيات العقبة وأيضاً لفتيات الجنوب وهذه ليست المبادرة الأولى هذا اليوم يعبر عن استقلالية المكفوفين استقلالية الكفيف عندما يمسك بعصاه ويشق طريقه ليمضي أموره ويتحدى كل الصعاب أسباب تدفع المكفوفين لاستخدام العصى البيضاء أبرزها كون العصى البيضاء رمزاً يشير إلى أن حاملها كفيف ناهيك عن أن حملها يسهل العديد من المهام أمام المكفوف